أخبار العائلة المالكة البريطانية ما بتغيب وللأسف المواضيع كلها متعلقة بأمراض فيعني إعلان مرض الملك شارلز بالسلطان بعدين إعلان إصابة أميرة ويلز كاثرين بالسلطان كمان وطبعا هذا الموضوع مسبب أزمة لأنه في نقص في الأشخاص اللي لازم تقوم بالمهام الملكية فكان فيه اعتماد كبير على بقية أفراد العائلة واليوم أعلن قصر باكينغام أنه الأميرة آن شقيقة الملك شارلز أصيبت بجروح طفيفة وارتجاج في المخ عقب حادث وقع في غاتيكم بارك ويعتقد أن الأميرة أصيبت بجروح طفيفة في الرأس بعدما تعرضت لضربة من قبل حصان وبعد هذه الإصابة جاءت سيارة الإسعاف وعالجتها في المكان وبعدها تم نقلها إلى مستشفى ساوثمد في بريستل لإجراء الفحوصات والعلاج وقصر باكينغام طلع بيان اليوم وما دخل في التفاصيل بس قال أنه الملك شارلز على اطلاع وثيق بحالة أخته الصحية وأنه يرسل لها حبه وتمنياته بالشفاء العاجل وأصلا كاملا مقرر أن الأميرة أن تبدأ زيارة رسمية لكندا نهاية هذا الأسبوع